بسم الله الرحمن الرحيم الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى باب من تعوذ بالله من الكسل عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار وعن نبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال هذا من باب التعليم لهذه الأمة لأمة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكسل والكسل شعور عند الإنسان يشعر الإنسان بالخمول ولا يريد أن يفعل بعض الأشياء ويتثاقل في فعل الأمور أما المغرم فهو الدين فهو الدين وأما فتنة المسيح الدجال هناك من يقول المسيخ الدجال ولكن يقال أيضا المسيح الدجال لأن الدجال سيددعي وسيسيح في الأرض وسيددعي أولا النبوة ثم سيددعي أنه رب ولكن أهل الإيمان يعرون ويقرؤون مكتوبا على جبينه كفر وإذا جاء الدجال لا يستحب للإنسان أن يذهب إليه فإنما الصحيح والواجب أن يهرب به لأن فتنة المسيح الدجال عظيمة فالدجال يدخل على القرية تكون قرية فيها خير وفيها بكل الثمرات فيطلب من الناس أن يتبعوه فإن لم يتبعوه يخرج وتصبح هذه القرية صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا خضرة ولا شيء ويدخل على القرية التي هي صحراء قاحلة ما فيها ماء ما فيها أي شيء فيطلب من أهلها أن يتبعوه فإذا اتبعوه يخرج منها وكأنها روضة من رياض الجن ففتنة عظيمة بالنسبة لفتنة الدجال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال دائما في آخر صلاته في آخر صلاته وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب النار عذاب النار الشديد قام عذاب القبر فعذاب القبر كما تكلمنا عليه في درس سابق أنه من الأمور التي روى فيها الصحابة أحاديثا أكثر من تسعة وثناثين من الصحابة رضو الله عليهم رووا أحاديثة في عذاب القبر فذلك عذاب القبر جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو أمر عظيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد ويتعوذ بالله من عذاب القبر وأما شر فتنة المحي والمات قال العلم أنه السؤال في القبر السؤال في القبر ما ضدقنا دينك وماذا تقول في الرجل الصالح إذن مركض فيكم لما نقول اللهم أني أعوذ بك من الكسل ما المعنى يعني التجه إليك يا ربي أن تجعلني من الخمولين من الذين يتثاقلون في فعل الأشياء وإنما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني مشتهدا نشطا ولا يجعلني من الكسالة إن صلى الله العافية والسلامة إذن سفر للكسل لا تكون أبدا عند المؤمن وإنما المؤمن يجب أن يكون مشتهدا سواء في الطاعة وكذلك في الدنيا الله تعالى بارك الله تعالى بارك الله تعالى أره في الدنيا وإن حاشنا في القرآن الحسناة وما أن يجب أن يسیع المؤمن وإنما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يسسسسسد بالتقليل tube لقفع من الحال إلى المجمور أحيان وايقيا وذكر كثير من السخص dough من ناعد ف sophom تعالى علاcross في ضوية Rather بشية تكون هناك نكية ما يدلال لذلك؟ القد als جديد من البل، adomoيةيِّ مع الجديد عن الجديد أجميلمك وتفضي ودي، ما sakevرasz يدل severity Luban أن أسيريان فيه يودل malانيvatي ownedسيسي يودلهم أسزة يودلللل béبحث يودل لاأكاد أ Personality بهذا اليوم أو كمبات على روحيvania أو أو وإيلا Word يجب viveغش فيه فيهاotherاتي هذه المريضة لا يوجته في ال soberاء الم PTSD في المساعدات ، التسطيل الم AMB وليس خلال القتل والمسيح الدجال 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 وقت جديد يذهب إلى يدر إلىuo يدر ويديمهمه ويست لغاً ويجبك أن يقول له يجب أن يتجح ويجب أن يكون يريد هذه المشاربة يروح ويجب أن يأتي ويجب أن يذهب إلى المحن هذا الهتمام ويجب أن يدر إلى المحن خلال الجارة من البيانات من البيانات من البيانات من البيانات من البيانات ليصدار وصلت وستطيق حلال للتبيت أذنذ أيضًا مجموعة لده صالحت رقرا أهو بارك الله فيكم تسوفلوخ تسوخ باية عذاب النار دس بلوديك فور داشتغافي دا إلي وديزاشغافي داشتغافي بابو من لم يسأل الله يغضب عليه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه وعن أبان ابن عثمان قال سمعت عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا باسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه أي أبان طرف من الفالد فجعل ينظر إلي ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقل ذلك اليوم ليمضي قدر الله بارك الله فيكم من لم يسأل الله يخضب عليك لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته فهؤلاء ماذا سيحدث لهم سيدخلون نار جهن مداخل أي بارك الله فيكم الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى وإذا ما فعل لماذا ما يفعل تكبر يحضب الله سبحانه وتعالى أهلي إذَان المؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى والله يحب من عبده أن يدعوه وأن يطلب منه وأما بالنسبة لهذا الدعاء هو بسم الله الذي لا يدعو مع اسمه شرف الأرض ونفسه 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 وعليه من قال أنه موقن به فإنه لا يصبه شيء إلا إذا مضى القدر فمعنى مضى القدر إلا إذا مقدر عليه من يصبه هذا الأمر فلا ينجي حذر من القدر بَرَقْوًا كربيز و Airport وفيد وإ fica هناك و희 1400 sł認ك سوف الله لع Ergebnisse ولكن cute احس Pixar احساس هل لا nine سوف الله سوف الله لاحق أن نسى أفره أفره وأنَفرًا أن يسأل ذلك تهكز بانم لو第二 أو محقق حرج ف كما سن dankاني فا و رأيه إنه لم يнибудь ولو مجتبة يجب معرفة و لم يتحل Revغط مجتبة إنه ما اسمني تتون Gender أو إنه من المتازヤ قالها الكثير من ذاتها ولم يتم Warؤس umbrella رميت الّقاط الان س Berغير، لم فتف شيئاً! وما فتف شكل قديم إضافةكون لم يقوم إضافة الصرف един التشيل الذي ي وإضافة لي على التأثير من في الكأسassen من فتف أترك أو شبzung أن ي lasersريون هذه هذه الواضحة هي رديل ويسابقى ويسابقى ان تعالى تعالى الله تعالى قال له جنب الله أعطى أعطى الله وفوح وفوح أن الله عنك أبال بن حثمان قال لديك وأنا أن قبل أن يرغب أحداً فأسياري يرغب أحد دائماً ولده جيد والدك يقول كلهما كلهما يقول أحيانا في السماء على 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 قبل وصفية 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 أليم وفيه إيمان من صلحك وفيه أحيانا إلى نسمها لا يهدونه على قليل في هذه اليوم وفيه وهو بأسلونا فهوه؟ لا يهدونه وبالتالي كان يحضر يحضر ويحضر 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 هذه المساعدة التي أردت لقد أردت لأن فكرة أردت أردت أهل ويحضر نقل ويحضر أردت 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 keinen Schaden bekommen außer dass dies sowieso geschrieben wird ob du das sagst oder nicht aber was muss der Muslime machen und was sollte der Muslime machen der Muslime sollte dies im Gebet sagen dann hat er sich schützt und er soll davon ausgehen und davon überzeugt sein dass Allah es annimmt بالقناة من قد در التعلم ض snapshot hide وكتبER وكتب اكثر وكتب اكثر تنزل اه padاب ف هم عه waving كان ملعايا وان كل مبيش يالغايا والمباتان نفس الأمر بس قابل afakel 54 أوليك مبيش أوليك مبيش وأن ن GTA أجل أن نحن 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 نستطيع المستشارات ولكن عندما نحن نحن بجبات من نحن 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 وأن نحن 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 معclock قد مليئ في العرب конحدد معclock قد مليئ في العرب عن سهل بن سعد قال ساعتان تفتح لهم أبواب السماء وقل لداع ترد علي دعوتها حين يحضر النداء والصف في سبيل الله سهل بن سعد قال ساعتين وان هذه التفتح لأن المحاول يحضر المحاول المحاول يتزيقى الأمل وقل علمون على أفضح وقل ليس قل ليس يؤثمر محاول في وقت مجبئة الوحل عند زماني في مجبئات الوحل عند مجبئة الوحل بعد مجبئت الوحل و عند الزماني باب ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم عن شكل ابن حميد قال قلت يا رسول الله علمي دعاء أن تفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني أي الزنا والفجور اللهم عافني من شر سمعي وبصري وبصري ولساني وقلبي وملي أي عافني في هذه الأمور كتا وعلى ابن عباس قال سمعته وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ربي وفي رواية اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانكر لي ولا تنكر علي ويسر لي الهدى وفي الأخرى يسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني شكارا لك ذكارا راهبا لك مطواعا لك مخبثا لك أواها منيبا تقبل توبتي واخسل حوبتي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سحيمة أو سخيمة قلبي هذه الأداء برق الله فيكم لها معادل قطية الدعاء ليست فقط أن الإنسان يقول بعض الكلمات مبارك الله فيكم أجزاكم الله خيراً ليست القطية فقط كلام باللسان ولا أن الإنسان يفهم معنى الدعاء الذي يقوله لم يقول هذا الدعاء اللهم عافني من شر سمعي وبصري أي السمع والبصر اللسان والقلب والمني إما يكون في خير أو يكون في شر اللهم أن يسألك خير ذلك وأعوذ بك من شر هذا الأمر لذلك عافني من شره أي ابعد عني هذا الشر أما الدعاء الآخر أعني ولا تعان عليه ولا تعني أفن عليه وانصرني ولا تنصر عليه أي كن معي ولا تكن عليه وانكر لي ولا تنكر عليه ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى عليه رب اجعلني شكاراً لك ذكاراً راهباً راهباً لك أي معناته أرهبك يعني أخافك مراهباً بمعنى راهب طبعاً نصارى متواعاً لك أي من الطاعة المتواع هو من يسرع في الطاعة مخبتاً لك المخبت بارك الله فيكم وصاحب القلب اللظيف أواعاً منيبة الأواع الذي يرجع إلى ربه والذي يستغفر ربه من الذنوب أي المتضرع تقبل توبة وغس الحوبة الحوبة وهي الإثب الإثب واجب دعوتي وثبت حجة وادي قلبي وسلل سخيمة قلبي سخيمة القلب السواد أي مضف القلب من السواد بارك الله فيكم هذه المتواعاتج بطبية دعون مهمة هناك الكثير من الأشخاص هناك أنت بسطر قلب مهمة لذلك أنت بسطر قلب مهمة لذلك أنت بسطرق هذا البيت كذلك أحسن لأنني أسطر قلب أسطر قلب مهمة بابو دعواتي النبي ذات بيت 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 من محمد صلى الله عليه وسلم شكل ابن حميد ذات 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 سَمْعِي جَهَرْ بَسَرْي سَهْم ذلك سَهْمَرْجَ هَرْجَ سَهْمَرْجَ سَهْمَرْجَ قَلْبِ مَنْ هَرْضَ وَبَسَ من مَنَيْنَ من مَنَيْنَ ذلك سَهْمَرْجَ ذلك سنة وَنزُخْت وَنَعِيَّا لَهُمَرْجَ أَنْسَلَجَدًا ذهب االت VAN 예�سي عندما يسيس يacheش تابع الإنسان وليس التخلوق ي combination يناعي ما�́ه لأن trzeba أعليم مشهر اعليم أعليم اعليم أعليم وليس وإن تاني وفي أبشاء اللي خعودة الشرطي عاملومن بجيين متما يمجيش لك اللهم عافنين من شري سمعي و بصري و لساني و هلبي و شري مني ابن عباس بن الله عليه ذاتي الشرطي دي بخوفيت صلى الله عليه وسلم ذاتي ودا فليك تديس اسبتك بيت وزاغن ربي من ها اللهم و الله اعني ولا تعن علي ولا تعن علي تقرد أعني بدون تهلفني هلفني ودا انت اشتتتسي my ولا تعن علي وانت احلف نيش يمند يجري ودا احلفني وانصري ولا تنصر علي وانتجب ميا دانزيق ودا هلف ميا وليس بل وليت امكراоды ما نصبه Towards معين عوج �rica constituents الله تعليم لا تأتي والبدايا والبدايا قدم الله ا stumpد ارحبه ا しمك أجل أمامي المحواني معي يا له شكار أجل أما ليس أن أخذ أمامي بلداني أما في مرحبا أما في مرحبا لكن في مرحبا بلداني وعباً في مرحباً في عامي في دورة تغير ولكن هنا في عامي يقولون أنه يدعون وقال أي شيء ما يحدث أنه يدعون ذاكاران راهبان لك ذاكاران ذاكاران يدعون الله تذكرون تذكرون راهبان لك تذكرون 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 في المقاة السهل أو تذكرون تذكرون أنه يدعون ذاكاران يدعون ويستشعبون ويستشعبون ذاكاران 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 مونيبا تقابل توباتي ممّ ميّن روية وغس الحابة وغس الحابة وغس الحابة وهو الله راينيك منّ واجب دعوة وانمّ مسمي منتتبات وثبت حجة كنت تشوف من بعض ورحكوم بأفضضي و 해야لك مرور للشحة يحب جديد ببعض ان تم تفقدها فلن أقوله، فأقل أعطف أنه مفصل، ما يقوله ويقوم بيسا، ما أشهده، وربها لا يأتي أشهدًا إذا أتمنى اشهدًا عريقي، أخي سوعة أشهدًا هذه الكثير من الأمر عندما يفعل ذلك في عربية على ألواني لا أعلم أيضاً إذا كانت أخيراً 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 لا أعلم أنه أخيراً 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 الله أعلم مع المعاوية ابن أبي سوفيان أنه قال على المنبر إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد ومن يرد الله به خيراً يفقير في الدين سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد وعن أبي رئيس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو أسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الموت رحمة لي من كل سوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن نبي رئيس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء قال سفيان من الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أن يتغن وعن نبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من ختنة المحي والمات وأعوذ بك من عذاب القضر عندما قال أنهم ل zostر الغفظ لـ Innovation لي محي والأعطر تشغيل ليś أيضًا عندما لا تشغيل لennوجه لا تشغيل لن تشغيل ليس чего لا تشغيل يمنح إنه ليساً انك سيكون كيف يمكنك ان تفعل ذلك؟ فقط يمكن أن يكون له مرة سوف وَالَيْنفَعُذَ الْجَدُ مِنْهُ الْجَدُ فَزُعُوا فِيسَ وَما دَسْتِي بَدَثْتِهِ فَزَا شفيرًا فَزَاxَا,, فَزَا كُبُتٍ يَنِّهُمْ دَيْنِكِ تَقفِهَا وَالَهَا كُنَّتِ رَالَّهُ أَوْسَ بِهَا أَسْتِلْفَى آلَاً وَمَنْ يُرَيدَ اللَّهُ بِهِي خَيْرًا يُفَقُ فِقِّهِ إذن الله سبحانه وتعالى القدر هو من هذه الكلام ويستمرت في بكتابة في الحلقة والفتحظم هذه الكلام أمو يقول هل هذه حشرات أمو هم سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى ابقّر رضو الله عليه وسلم بجسد تقول الله المصدح بدي ديني الذي هو اسمتو أمري أعني الذي هو اسمتو أمري أعتقد أنه في المصدر أنه في سبيل في سبيل أعني أنه في سبيل في سبيل سبيل هذا الشيء يجب أن تكون مفتد سبيل المصدرين من 10 أكثر عصمة أمري العصمة موجودة العصمة موجودة العصمة موجودة ولكن شوية العصمة اللي مقصود فيها هنا اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري تقول الله أصلح بدوتة فبسر ودا مهدس غيتي اختبئ مع Produقات الدمي eseARRY ما هو عصمة و wur вперرنا العصمة و موجودة العصمة أمري ها صعีم الأعمة العصمة العصمة الموجودة úsica و الش contexts خيبد النقاد هذا الشيء، لديه المبناطي، لديه المبناطي، هذا الشيء ما يقول في المساكل، في مدرسى المعLSية، به مني ربط في مدرسى الهدف لي يفعلني التكبر، تشكلي، حلية، لحصة تيام، كيف يفعلني ربط في ينكي بأن كانت هذه السعودة، في مدرسى الهدف لي وأmatesي كلقيا و أعط Burn enhancing يا سايد لي والذي فيه الليلة بن على الموتى الأرحمة لَيَمَ الْكُلَيْسُُ و أتم黨 الكлушай الم יודעات له سنوين اللذي أعطان له إنه إذن pare 갖 السنوين المساعدة ليس بشأن له UN وشماتة تلاعدى أن السمعة يصوت أن السمعة يصوت أو الشافين الشافين ودم ومعا حسونها للسمعة نحو وضع يقولون ذلك الهلفة لله سبحانه وتعالى للسفلق عن العجز الفيشكات الكسل فاولا الجبن فايدا الحرم الحرم يبدو الدمس وعاوذي بيكم في تالي الحلمات يسوخ الزلق بعدها أعوذ بك من حذائب القبر وأعوذ بك من الحذائب القبر وأعوذ بك من الهم والحزن والعجل والكسع والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال وعنبي أرونة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلن وما أنت أعلم به مني إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت وعن عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى وقال أصحابنا عن عمر والتقى والتقى وقال أصحابنا عن عمر 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 والتقى باب الدعاء عند الغيث والمطر عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قد اللهم صيبن ناكعا Der Prophet صلى الله عليه وسلم fliegte Als er ein Wolken gesehen hat, dass das regnen wird Der Prophet صلى الله عليه وسلم Er hat angefangen, Allah صلى الله عليه وسلم anzufliehen Wenn das weg war, dann hat er Allah صلى الله عليه وسلم Lobriesen صلى الله عليه وسلم Und wenn es regnete, er sagt, اللهم صيبن نافع Wenn es regnet, was sagst du? اللهم صيبن نافع صيبن bedeutet etwas, was uns trifft نافعا, das ist nützlich نافعا, das ist nützliches treffen von Regen باب الدعاء عند الموت عن قيس قال أتيتو خبابا وقد اكتوا سبعا اللهم صيبن نافعا اللهم صيبن نافعا Und das sagen die Leute, die natürlich sehr erkrankt sind oder die Leute, die sozusagen kein die denken, dass wenn sie so am Leben bleiben, dann wird das schlimmer Für sie ist dann sagen sie mit Gebet Aber man darf nicht sagen Oh Allah, lass mich sterben Ich will nicht mehr leben Weil خباب رضو الله عليه sagte Hätte der Prophet صلى الله عليه وسلم uns nicht verboten dass wir Allah um Sterben bitten dann hätte ich das gemacht Das heißt, der Prophet hat verboten dass man sagt Oh Allah, lass uns sterben Dann barakallahu feikum Der nächste Kapitel ist auch nochmal mit Gebet von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم باب الدعاء عند الكرب الكرب يعني الهم والغم والمشاكل والمصائب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أبو بكر يا أخو أحد الصحابة وليس أبو بكر أنه قال لي أبيه أي أبو بكر يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات يعني كل صبح اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إلا إلا تعدها ثلاثا حتى تمسي وحين تصبح ثلاثا وتقول اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر لا إلا إلا تعيدها ثلاثا حين تمسي وأنا تصبح ثلاثا فقال نعم يا أبني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستنى بسنته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كلها لا إله إلا أنت فعن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي طريقا يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وفي الطريق الأخرى ورب العرش العظيم إذن المكروب يدعو هذا الدعاء طبعا فيه دعاء آخر للكرب اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن عمتي ناصيتي في يدك ماضم فيها حكمك عدل فيها قضاءك هذا أيضا دعاء الكرب ولكن هذه من أدعية الكرب ليس فقط هذا الدعاء بما فيه أدعية أخرى بارك الله فيكم عبد الرحمن ابن أبي بكرة من أبو بكرة أبو بكرة أبو بكرة يساعلني أنك延ento أبو بكرة يزال الأن أبو بكر عبد الرحمن قال أبو بكرة أمي يا فيدي أحبك كل شيء هذا بيت الأمر لا أعلم أعلم قال لي فيدي 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 في موضوع الله أعلم أعلم في دعا في ما حروج أو إلى فيدي 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 لا إله إلا أنت يقول لك تقول هذا 3 مال فريد 3 مال آبند وكذلك أيضا اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر و الله سوخت سوى لغبادية فور كفر و أرمود اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر و الله سوخت سوى لغبادية فور دباني لغمقر لا إله إلا أنت لغمقر لغبادية فريد 3 مال آبند أنا أخوذ أخوذ المقرب المقرب بدون دهنگه ده بروبلمه هاد ده بروبلمه هاد ده هن كتاصتروفه هاد ده لاهبات دهه ازاق اللهم رحمتك ارجو و الله اسوخ او ديش ابت ديش او ديش و اشوف او دان بامهاتسيحكا اشوف او دان بامهاتسيحكا لا تكلني لا نفسي طرفة عند اذا ما أعطى لا تأطى أن تجب الأمر لا تشجgra فاشة لا تأطى أن أعطى أنك لأنك أنت دائما من شكري سأطى أن تتط�� سأطى أن أحطى أني لا إله إلا أحطى لأسك إذا كان سوى ثاني أحطى أن تجب النام إن شاء الله يمدالس الأضناء أخو بن عباس قالت هذا المشكلة لتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ذلك وإن شاء الله بسم الله بسم الله بسبب بسبب سيئر ما ترحل يكبر يحضر انه ببعاً تقول اللهم أبني ازمان يا أهل من أكثر وكرا من دانا دينابا ناصيتي بيدك أدلوا فيها خضاء تساين زر شون اسبت كبير لما المشكلة هات دانا افردن ديزة المشكلة دلوست إن شاء الله باب الدعاء عند الاستخارة عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن إذا همّ أحدكم إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتي ثم يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فقدره لي فقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني طبعا في الصحيح كذلك زيادة ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عاجل أمري وآجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته يا أخوة دعاء الاستخارة كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان يعلمه السورة من القرآن وانتبه إذا هم أحدكم بالشيء يعني إذا قرر قرر ليس كما يفهم بعضهم دعاء الاستخارة مثلا مثلا يريد أن ينتقل إلى بيت وعنده عرض واحد اثنين ثلاثة يظن أن الاستخارة الله هو أكبر يصلي لك عدين بعدين إن كان البيت الأول أو الثاني أو الثالث خير لي هاي مستخارة طارد إنما الاستخارة تكون يعني يقرر مثلا البيت الأول فلأنه قرر البيت الأول يدعو دعاء الاستخارة ولا ينتظر مناما ما ينتظر مناما ينيام لا ينتظر مناما وإنما بعد الدعاء شعوره قلبه قلبه وشعوره هما الأساس فإذا وجد بعد الصلاة قلبه مطمئن فليفعل فإن يسر له الأمر فهذا خير له وإن لم يسر له فيدركه وهذا خير له حتى لو فعله وفيما بعد وجد فيه شرا له فليعلم أنه خير له إذا كان صادقا أما إذا صلى الاستخارة وقلبه مطمئن بعد الاستخارة ولم يفعل فهو كاذب في استخارته أو إذا ما يسر له الأمر فهو كاذب في استخارته طلاب تعالى على الله يعني إذا يسر لك الأمر إن شاء الله هذه علامة بعض الناس يظن أنه يستخير قبل ما ينام بعدين ينام ويستنى المنام أو يأتي واحد الصباح يقول له أنت تفعلك أنت تفعلك والله ما شاء الله سنسأل الله العالم فيها السلامة بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسألة إذا دعاء الاستخارة يكون هكذا إذا هم أحدكم بالشيء واحد اثنين ثلاثا قرر على واحد فيصل والأصل ما تعاد صلاة الاستخارة سبعين مرات أو سبع مرات إنما صلاة الاستخارة مرة واحدة وتوكل الله سبحانه وتعالى متى يقال هذا الدعاء؟ متى؟ إما في آخر الصلاة قبل السلام وإما بعد السلام مباشرة ولا تصلى الاستخارة صلاة فرض ما يروح يصلي الظهر باستخارة إنما إذا هم أحدكم بالأمر فليركع بك عثيب في غير الفريضة في رواية في غير الفريضة نافلة في أي وقت تصليها؟ حتى في وقت الكراع لا بأس لأنها لا سبب لما يقول يسمي حاجة فهمته يعني يقول اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانية خير لي في ديني ودنياي آمين 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 خير إن شاء الله بارك الله فيكم آمين بارك الدعاء بارك الدعاء بارك الدعاء بارك الدعاء آمين بارك الدعاء بارك الدعاء بارك الدعاء بارك الدعاء بارك الدعاء إن شاء الله يقول بارك الله أنك نشعدي أنك تسمي وقت تسمي لأنك تسمي أمين 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 تصبح رات تسلع رات تسلع رفسك على ذلك إنتات دليل تسلع أيدي أمام ملتوا في رعيب إبتال من السيخرة وتقالوا على السيخرة إذا لم يتتقالوا على السيخرة نظروا على السيخرة وصولوا على سيارة وهو أنت هناك oyبتال أمام أو أنت لديه يكون أن يتحدث أمر مباشرة ويقول أنه لا تفعل هذا أو لا تفعل ذلك هذا كل شيء من أسنع ربما عندما يصبب التأشياء قال وقال الطبيب قال بما يدى أسنع ربما كما يدى أسرة في القرآن كما يدى أسرة في القرآن كان لديه أسرة في القرآن لماذا تتخدمه موسيقى و قامت له اوقاته اوقاته مازلت أرس repeatedly إنسان إن هذا أنا أقاد في القصة فيي agar أسولى فيني المعينة وفي المكان أسفل أسفل عليك أنت ليست أسفل أن تقول أن هل ذلك تعالى أن أتالى أنه أسساس أو أسساس ومثلا يتقل أنت دعي أعني في هذه الحرب إن أعني أسفل إنك أنت ويجد أن regarding فعلى الأساس percent اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال جابر ولم ينزل بي امر مهم ولم ينزل بي امر مهم غائضا الا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الاربعاء في تلك الساعة الا عرفت الاجابة الحديث رواه احمد يعني يا اخوة في هذا المسجد مسجد الفتح بين يوم الاربعاء بين الصلاتين بين الصلاتين يعني المغرب العشن فيستجاب له كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم انس قال كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعى رجل فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيو اني اسألك فقال اتدرون بما دعا والذي نفسي بيده دع الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب عن عبد الله ابن عمر قال قال ابو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلم كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي من عندك مغخرة انك انت الغفور الرحيم هذه بعض الدعوات الاخرة بارك الله فيكم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلمها الصحابة بارك الله فيكم جابر قال ان ديزا موشي ان دي موشي فون دبفريو ابيش دبروفيت صلى الله عليه وسلم هاد مونتا وان ديستار وممتبوخ بدك بيت كمخت وممتبوخ زوش المغرب وان ديزا تتا وغدل زان بدك بيت انگنومن ودس ودوش كفوت واسه جزاقت جابر قال وان ديزا تتا وان ديزا تتا ارفندر او ديزا تتا وديزا تتا وان ديزا تتا يا حيو يا قيوم يا حيو اللبندي قيوم ديزا تتا الهيين pantائم سبحانه وتعالى قيوم فون هم موشي اسم موشي ابحاثي اشه بطر ديش قال إذا كنت أخذك ما يتقل لك من الأولى الذي يتقل لك محاولة أنه الله يتقل وإذا كان الله يتقل سوف يتقل الله سبحانه وتعالى يتقل لك أبقر رضو الله عليه قال أغازان الله يتقل لك أن أخذك أن أخذ هذا إنه لي يتقل لك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة